كما هدد وزير الخارجية الإيراني برد حاسم وقاس على أي اعتداء إسرائيلي يستهدف بلاده وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أكد عراقشي على ضرورة حفظ السلام والاستقرار الإقليمية مضيفا أن بلاده ستبذل كل مساعيها لذلك ودعا الوزير الإيراني الأمم المتحدة لتوظيف إمكاناتها من أجل وقف اعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وغزة ويرسال المساعدات الإنسانية اللازمة